موسيقى ان شاء الله ألف مبروك ميز تصوير انت ربحتي هالمعركة خبرتي بابا بكل شي عن هالموضوع يعني انا وياكي كنا متورطين بموقف مو مفهوم طبعا انت ربحتي معركة بس الحرد ما خسرتها انت لازم تدفعي تمن الغلطة طبعي كل اللي لعبتيها معي بلا ما تاخدي حزارك مني هلا خليكي منتبها كل ثانية انا بعرف انك اليوم شفتي الود من واحد من اخواتي وهلا هلا رح تشوفي العداوة من الاخ التاني لشو تصوير لشو لشو الرطي حياتك بمثل هيك ورطة كبيرة وانتي مانك قدي لك ليش خليتيني يصير عدوك بكل بساطة ليش خبرتي ابي كل شي عن الموضوع لانه الاستاذ بيكون مديري بالشغل أبو ديري مولاي ولائي لك يا مولاي استني موتك هلا كان لازم تقوليلي هيك من قبل انه الولاء هاد بهمك لهالدرجة هاي كنت بعطيكي ميدالية ذهبية وبكرمك على ولائك هاد المهم انتي أثبت ولائك لمولاكي قدامي هلا المفروض تبلشي تحضري حالك لتموتك وانا بشارطك اني رح ألعب معك اللعيب تخليكي تصغري كتير لحتى تصيري لحبة بين ايدي ورح تشوفي كيف؟ رتب زواج أبا بدون ما يشاورني وياخد رأيي؟ ايه يا مداب وعيلة العريس يعين الأحاد ومعن هدايا العرس الرمزية بتجيب معك كيلو حلو كيلو فطاير بالجزار وبدنا مقبلات وشوية فواكي وبدنا خضرة كمان بما انه عيلة العريس جايين لازم نطلب شو؟ ايك السيد براتاب رح يخجل كتير إذا ما قدمنا هدول الضيوف وأكيد ما حدا منا حابب السيد يخجل حتى لو كان على حساب تعبنا بتأمين المصاري شرف السيد براتاب دائما لازم يكون محفوظ حتى على حساب جوعنا كلياتنا مرت خالي؟ ها؟ ليش عم تحكي هذا الحكي؟ لا توجهي السؤال إلي روح يسألي أبوكي المحترم فهوك اليوم عم يعزم عالم بدون ما يحسب حساب انه لازم نصرف مصاري حتى نهتم بهدول الضيوف طبع أبوكي شيتال بيكفي لهون أنا رح أعطيكي مصاري مرت خالي بس لا تقولي شي عن أبي إذا انت كتير محترمي حالك لكلاش ما بتدفعي هالديوني اللي مليان دفتري فيهون ورايحيني إن الهمي اللي على رأسي بقى شيتال أنا قلتلك لهون وبس إني ضل ساكتة ما رح يغير الواقع يا حبيبي والواقع يلي قدامي إنه هالعالم عايشين عنا وعم ياكلوا ببلاش وما عم بيفكروا بحدا وهلأ ضيوفكم رح يعيشوا ياكلوا هون ببلاش متل كون من هلأ وطالع ما في ضيوف رح تجي على هذا البيت ولولا ظروفنا الصعبة اللي نحطينا فيها هالفترة يا عمرت خالي ما كنا حطينا رجلنا ببيتك آبا بس هيك ما بيجوز شيتال اعتزري من آبا لأشوف ما في داعي أخي راجا اختي انتي سكتي شيتال أنا حكيت وقلت اعتزري بسرعة من آبا يلا لأشوف شيتال اعتزري فورا شيتال اختي عن جد غلطت كتير بس لأني سمحت لك تعيشي ببيتي يا حكيم فهم علي متل ما قلتلك من قبل خلاص ولا يهمك انت نحن صرنا جاهزين انت بس جيبهم على بيتنا بريج خبرهم للكل اني حكيت مع الحكيم واتفقنا على كل شي الشاب وعيلته جاين لهون لأحد الجاي وما حدا غيري رح يدخل بهالموضوع ولا رح ناقش فيه ابدا لايك بابا دائما كنت اسمع كلامك ونفذه بس اليوم اليوم انا مرح قدر اسكت عليه ولا رح طيع امرك انا ما بقدر وافق علي هالزواج رجاف نعم رجاف يا ريت تقول له هي البنت انه حسب عدتنا وتقاليدنا وبعائلات الملوك ومتل ما الكل بيعرفوه الولاد مو مسموح يتدخلوا بقرارات الكبار وهلأ عرض الزواج هذا ما بينرفض نهائيا بس هالزواج كمان ما لازم يصير بابا لانه الزواج بيحتاج لكتير شغلات ابي مو بس انه نتزوج وخلص بيحتاج سعاب انتختك شو المطلوب وشو بدا مشا عن اعرف وما تقول انه ناقصاية شي مصاري مصاري خبر بنتختك انه ما تقلق بخصوص المصاري ابدا لانه المصاري رح تجي لعنا انا حكيت مع الجماعة الشاب وعيلته رح يتكلفوا بكل المصاريف وهيك ما بيضل مشاكل وهلأ هذا الزواج ما رح ينرفض ولا بأي شكل Up SPEAKER Meyer موسيقى موسيقى